ارتفع رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بمعدل 12.14% على أساس سنوي بما يعادل 60 مليار درهم ليبلغ 543 مليار و300 مليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 483 مليار و400 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2023 وكشفت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بأن رصيد القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها تراجع بمعدل 10.13% على أساس سنوي بما يعادل 5 مليارات و100 مليون درهم ليستقر عند 44 مليار ونصف المليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 49 مليار و600 مليون درهم بنهاية يونيو من العام الماضي وانخفض معدل القروض المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال الإجمالي للبنوك إلى 28% مقارنة مع 10.20% في يونيو 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر